عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حواراً تفاعلياً مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك حول السودان واستعرض المفوض السامي تقريراً شاملاً حول مجريات الأحداث في السودان منذ بداية اندلاع الحرب في الحوار التفاعلي أكدت المملكة موقفها الثابت والراسخ على دعم السودان وشعبه لحل الأزمة السودانية باستضافتها لمنبر جد للسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تثبيت الهدنة وحماية المدنيين استضافت المملكة لمحادثات جدة بين طرفي الصراع بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تثبيت الهدنة والتوصل الاتفاق نهائي لوقف اطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني تواصل المملكة جهودها مع شركائها الدوليين لإيجاد حل سياسي وإنساني لمعالجة الأزمة السودانية حسب ما ذكر سعادة المندوب الدائم في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان مؤكداً وقوف المملكة بجانب الشعب السوداني منذ بداية الأزمة عبر تقديم مساعدات متنوعة المملكة العربية السعودية أكدت دعمها للمسار السلمي عبر منبر جدة التفاوضي طهي يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف